حقيقة خطوة نستطيع أن نعبر عنك وما عبر عن سيد القادم التصدر خطوة بالاتجاه الصحيح خلال السنوات أو العقود الماضية كان هناك شبه عزال تام للعراق عن البندان العربية ورغم أن العراق يمثل بوابة الوطن العربي الشرقية وهذا أتى من السياسات التي خالتها الحكومات السابقة كان هناك أول مقاطعات بدأت بالسبعينات تقريبا مع الجانب السوري ثم ثلاثة مقاطعات مع الجانب الكويتي والجانب السعودي ووقية البلدان العربية بسبب النظام البائد بعد 2003 حقيقة لم تكن الأواصر بالمستوى المطلوب ولكن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة خطوات نعتبرها صحيحة وباتجاه ربط العلاقات بصورة جيدة من خلال فتح الاستثمارات وكذلك تبادل الخبرات وكذلك تبادل المنفع لكل البلدين العراق جزء من البطن العربي الشعوب العربية بصورة عامة شعوب تتحلى بالوطنية وتتحلى بالإخلاص والمحبة وهناك محبة دائما وكثيرا ما نسمع من تصريحات من قبل الشعوب في بعض الأحيان تختلف عن بعض التصريحات الحكومية التي تدعو لها بعض المقاطعات كانت على مدى العقد حقيقة لم يكن هناك تقاطع بين الشعوب العربية ولكن التقاطعات أتت بسبب بين الحكومات وبعض السياسات نطمح أو نأمل أن تكون هذه الزيارات بوابة خير على العراق وعلى البلدان العربية وعلى المنطقة أجمع وأن تكون ثمارها في الأشهر القادمة ولا نريدها أن تكون ثمار بعيدة حتى يحس الشعب العراق ونحن نتحدث عن ثمار هذه الزيارة والحديث هنا عن استثمار هذه الزيارات سياسيا أمنيا اقتصاديا كيف ممكن أن تستثمر من قبل الدولة العراقية حضرتنا حقيقة العراق بحاجة إلى دعم في كافة المجالات الصناعية الزراعية التجارية وبالتالي هذه مشاريع الاستثمار يجب أن تكون هناك جدية حقيقية من قبل الحكومة استثمارها بالاستثمار الصحيح واستغلالها بشكل علمي دقيق فيما يخص فتح بعض المصانع المعطلة فيما يخص توفير الطاقة خصوصا ونحن على أبواب الصيف الطاقة الكهربائية كذلك دعم القطاع الزراعي حتى نستطيع أن نتحول شيئا فشيئا إلى الاكتفاء الذاتي من خلال الدعم العربي للشعب العراقي طيب كيف يمكن للدولة العراقية استثمار هذا الدعم العربي كما تحدثت سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا حقيقة بالجانب الأمني أكيد هناك أجهزة مختصة فيما يخص تبادي المعلومات كما يعلم الجميع أن هناك هجمة تم إنهاءها إن شاء الله في العراق وبقية الدول المتمثلة بداعش الإرهابي أكثر من دولة هناك تواجد وهناك هجمات شهدت في السعودية وفي الأردن وفي سوريا بالإضافة للهجمات الواسعة في العراق من الممكن استثمار هذا الوضع الأمني والتعاون في المخابراتي لإنهاء هذا الملف وتجفيف منابع الإرهاب فيما يخص تجانب الأمني فيما يخص تجانب الاقتصاد وغيرها حقيقة من الممكن تبادل الخبرات وجلب الشركات الناجحة لغرض الاستثمار داخل العراق وتشغيل المصانع وما شابه ذلك بالإضافة إلى استثمار حتى ممكن استثمار الصحراء العراقية أسوة بالدول الخليجية هناك مناطق صحراوية تم استثمارها واستغلالها وبالتالي أصبحت منتجة حضرتنا بوصفك عضوا في لجنة العمل والشؤون النيابية ما هي رؤية اللجنة فيما يتعلق بهذه الزيارات والحديث عن استثمارات كبيرة من جانب السعودية والإمارات هل ستنعكس على توظيف عدد كبير من العاملين من البطالة في العراق الرؤية فيما يتعلق باللجنة حقيقة هذا يتوقف على البدء والشروع في هذه المشاريع أو الأموال لخصصة الاستثمار أكيد إذا كان هناك توجه باستغلال هذه المشاريع الاستثمارية سوف تقوم بتشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة بين أبناء الشعب العراقي وتكون فرص وخصوصا أنه نحن على أبواب إقرار قانون ضمان الاجتماعي الذي يدعم القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر